موسيقى السلام عليكم وأهلا بكم أصدقائي في درس جديد من دروس العلوم العامة للصف الخامس درسنا لهذا اليوم بعنوان وظائف الغذاء تعلمنا في الدرس السابق أن جسم الإنسان يحتاج إلى أنواع مختلفة من الغذاء أطلقنا على هذه الأنواع المختلفة من الغذاء اسم الزمر الغذائية لنتذكر معا الزمر الغذائية، السكريات، الفيتامينات، البروتينات، الدسم، الأملاح المعدنية، والماء دعونا الآن نذكر مثال على كل زمر من الأغذية الغذائية بالسكريات، الخبز، من الأغذية الغنية بالفيتامينات، التفاح، من الأغذية الغنية بالأملاح المعدنية، الخس، من الأغذية الغنية بالبروتينات، اللحوم، من الأغذية الغنية بالدسم، الزيوت بأنواعها المختلفة وأخيراً لدينا ماء الشرب ومن الضروري جداً أصدقائي أن نتناول أطعمة مختلفة وكما قلنا درسنا لهذا اليوم بعنوان وظائف الغذاء وسنغطي خلال هذا الدرس البطاقة رقم 2 والتي بعنوان وظائف الغذاء خلال هذا الدرس سنتعرف مع الأصدقائي إلى وظائف الغذاء وبناء على ذلك سنصنف الأغذية حسب وظيفتها سنتعرف أيضاً إلى أهمية الماء لجسم الإنسان وكذلك سنتعرف إلى أهمية الأملاح المعدنية للجسم وسنتعرف أيضاً على مفهوم جديد وهو الراتب الغذائي لنبدأ ووظائف الغذاء من وظائف الغذاء أصدقائي النمو كذلك الطاقة الوقاية الغذاء يساعد في نمو جسم الإنسان ويعطيه الطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة المختلفة ويقيه من الإصابة بالأمراض المختلفة الآن أصدقائي بناء على هذه الوظائف قام العلماء بتصنيف الأغذية إلى أغذية ضرورية للنمو أغذية ضرورية لتوليد الطاقة وأغذية ضرورية للصحة والوقاية من الأغذية الضرورية للنمو اللحوم بأنواعها المختلفة من الأغذية الضرورية لتوليد الطاقة الكيك ومن الأغذية الضرورية للصحة والوقاية الخضروات والفواكه دعونا الآن نتعرف بشيء من التفصيل إلى كل نوع لنبدأ والأغذية الضرورية للنمو هذه الأغذية غنية بالبروتينات ومن الأمثلة عليها اللحوم كما قلنا بأنواعها المختلفة البيض البقول كالبازلاء ما أهمية الأغذية الضرورية للنمو الأغذية الضرورية للنمو مهمة جدا لبناء خلايا وأنسجة جسم الإنسان وتعويض التالف منها إذن ماذا يمكن أن يحدث أصدقائي عندما تنقص كمية الأغذية الضرورية للنمو في جسم الإنسان إن ذلك يؤدي إلى الضعف في النمو والهزال في العضلات وقد يؤدي إلى التخلف العقلي إذن نقص كمية الأغذية الضرورية للنمو في جسم الإنسان يؤدي إلى الضعف في النمو والهزال في العضلات وأيضا التخلف العقلي لننتقل الآن إلى الأغذية الضرورية لتوليد الطاقة هذه الأغذية غنية بالسكريات والدسم ومن الأمثلة عليها الكيك، العسل، العنب أيضاً هذه الأغذية مهمة جداً لأنها تعطي الجسم الطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة المختلفة إذن ماذا يمكن أن يحدث عندما تنقص كمية الأغذية الضرورية لتوليد الطاقة في جسم الإنسان؟ أحسنتم يؤدي ذلك إلى الضعف والخمول في الجسم إذن نقص كمية الأغذية الضرورية لتوليد الطاقة في جسم الإنسان يؤدي إلى الضعف والخمول في الجسم لننتقل الآن إلى الأغذية الضرورية للصحة والوقاية هذه الأغذية غنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية ومن الأمثلة عليها الخضروات والفواكه وكذلك الحليب ولكن أصدقائي ما أهمية الأغذية الضرورية للصحة والوقاية؟ إنها مهمة لأنها تقل جسم من الإصابة بالأمراض المختلفة ولها دور في تنظيم عمل الجسم لينمو بشكل سليم الآن ماذا يحدث عند نقص كمية الأغذية الضرورية للصحة والوقاية في جسم الإنسان؟ أحسنت يصبح الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض ويصاب أيضا بمرض فقر الدم الآن أصدقائي بعد أن تعرفنا إلى وظائف الغذاء صنفنا الأغذية بناء على هذه الوظائف لنجيب على السؤال الآتي السؤال يقول صنف الأغذية الآتية سنصنف هذه الأغذية إلى أغذية نمو، أغذية طاقة، أغذية وقاية هيا بنا الكيك من الأغذية الغنية بالسكريات السكريات تمد الجسم بالطاقة، إذن الكيك من أغذية الطاقة الفلفل الحلو غني بالأملاح المعدنية والفيتامينات الأملاح المعدنية والفيتامينات تقينا من الإصابة بالأمراض المختلفة إذن الفلفل الحلو من أغذية الوقاية وأخيرا الدجاج الدجاج غني بالبروتينات البروتينات مهمة لبناء خلايا جسم الإنسان وتعويض التالف منها إذن الدجاج من أغذية النمو الآن أصدقائي بعد أن تعرفنا إلى وظائف الغذاء وهي النمو الطاقة الوقاية صنفنا أيضا الأغذية بناء على ذلك إلى أغذية ضرورية للنمو أغذية ضرورية للطاقة وأغذية ضرورية للوقاية دعونا نذهب في فاصل قصير لنواصل بعد ذلك درس اليوم مرحبا بكم مرة أخرى تعرفنا قبل الفاصل إلى وظائف الغذاء وهي النمو الطاقة الوقاية وصنفنا الأغذية بناء على ذلك دعونا الآن ننتقل إلى أهمية الماء لجسم الإنسان الماء مهم جدا لجسم الإنسان وله العديد من الفوائد نذكر منها أن الماء يدخل في تركيب الدم الماء أيضا مهم جدا لأنه يساعد في عملية هضم الطعام الماء مهم أيضا لأنه يساعد في طرح الفضلات وهناك العديد من الفوائد للماء يمكنكم أن تبحثوا عنها وتسجلوها في دفاتركم الآن أصدقائي نستطيع الإجابة على السؤال علل الماء ضروري للإنسان؟ أحسنتم لأنه يدخل في تركيب الدم ويساعد في عملية هضم الطعام وكذلك طرح الفضلات إذن تعرفنا إلى أهمية الماء لجسم الإنسان دعونا الآن ننتقل إلى أهمية الأملاح المعدنية لجسم الإنسان هناك العديد من الأملاح المعدنية التي يحتاجها جسم الإنسان ولها العديد من الفوائد نتعرف في هذا الدرس إلى بعض هذه الأملاح سنتعرف إلى أملاح الحديد، أملاح الكالسيوم، وأملاح الفسفور لنبدأ وأملاح الحديد يمكننا أن نحصل على أملاح الحديد من خلال تناول البقول الجافة، الأسماك، الدواجن وأملاح الحديد أصدقائي مهمة جداً لأنها تدخل في تركيب خلايا الدم الحمراء لننتقل الآن إلى أملاح الكالسيوم يمكن أن نحصل على أملاح الكالسيوم من خلال تناول الحليب وكذلك مشتقاته من ألبان وأجبان أملاح الكالسيوم مهمة جداً لماذا؟ لأنها ضرورية لنموم العظام والأسنان نوع آخر أملاح الفسفور يمكننا أن نحصل على أملاح الفسفور من خلال تناول البايد، الأسماك وكذلك الدواجن أملاح الفسفور أصدقائي مهمة جداً لأنها تفيد في اختزان الطاقة وكذلك لها دور في تركيب العظام والأسنان إذن تعرفنا إلى بعض الأملاح المعدنية وفوائدها دعونا الآن أصدقائي ننتقل للإجابة عن بعض الأسئلة في البطاقة السؤال يقول املأ الفراغ بالكلمات المناسبة أملاح الحديث ضرورية لتركيب؟ فكر جيداً أحسنت لتركيب الدم عبارة أخرى أملاح الفسفور تفيد في اختزان؟ أحسنت اختزان الطاقة الآن أصدقائي لننتقل إلى مفهوم جديد وهو الراتب الغذائي ماذا نقصد بالراتب الغذائي؟ الراتب الغذائي وكما هو معرف في البطاقة لديكم عبارة عن كمية الغذاء التي من الضروري أن يحصل عليها الفرد خلال اليوم بحيث هذه الكمية من الغذاء عليها أن تلبي حاجات الجسم من نمو طاقة ووقاية لاحظوا معي؟ خلال اليوم اليوم عبارة عن 24 ساعة على الفرد أن يحصل على كمية من الغذاء هذه الكمية من الغذاء تحوي على أغذية نمو أغذية وقاية وأغذية طاقة لماذا؟ لتلبي حاجات الجسم من نمو وطاقة ووقاية ولكي يكون الراتب الغذائي متوازنا عليه أصدقائي أن يحتوي على كمية كافية من الزمر الغذائية مرة أخرى الزمر الغذائية هي البروتينات، السكريات، الفيتامينات، الدسم، والأملاح المعدنية، والماء بمعنى آخر أن يحتوي أغذية متنوعة، أغذية طاقة، أغذية نمو، وأغذية وقاية الآن بعد أن تعرفنا إلى مفهوم الراتب الغذائي تعرفنا أيضا متى يكون الراتب الغذائي متوازنا لنجيب على سؤال البطاقة السؤال يقول عرف الراتب الغذائي هيا بنا نعرف الراتب الغذائي الراتب الغذائي كمية الغذاء الضرورية التي على الفرد أن يحصل عليها خلال اليوم من أجل توفير حاجات الجسم من طاقة وقاية وكذلك نمو دعونا الآن أصدقائي نذهب في فاصل قصير لنواصل بعد ذلك درس اليوم مرحبا بكم مرة أخرى تعرفنا في هذا الدرس إلى وظائف الغذاء وصنفنا الأغذية بناء على ذلك تعرفنا إلى أهمية الماء والأملاح المعدنية لجسم الإنسان وتعرفنا على مفهوم جديد وهو الراتب الغذائي دعونا الآن أصدقائي نكمل الإجابة على باقي أسئلة البطاقة السؤال يقول انظر إلى الصورة ثم أجب على الأسئلة التي تليها لاحظوا ها هي الصورة في هذه الصورة لدينا الأغذية مصنفة حسب الوظيفة لدينا الأغذية الضرورية للنمو هذه الأغذية تشمل الأغذية الغنية بالبروتينات نقصها يسبب ضعف في النمو وهزال في العضلات وتخلف عقلي ومن الأمثل عليها كما في الصورة اللحوم والبازلاء كذلك لدينا الأغذية الضرورية لتوليد الطاقة هذه الأغذية غنية بالسكريات والدسم ونقصها يسبب ضعف وخمول في الجسم ومن الأمثل عليها وكما في البطاقة العنب وكذلك الكيك ولدينا أيضا الأغذية الضرورية للصحة والوقاية من الأمراض هذه الأغذية غنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية ونقصها يؤدي إلى أحسنتم الإصابة بفقر الدم ويصبح الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض ومن الأمثل عليها وكما في البطاقة الحليب والموز دعونا الآن نجيب على الأسئلة أسفل الصورة السؤال يقول اختر الإجابة الصحيحة العبارة الأولى تقول السكريات ضرورية للنمو لتوليد الطاقة للصحة والوقاية فكر جيدا أحسنت السكريات ضرورية لتوليد الطاقة عبارة أخرى أملاح الكالسيوم والفسفور ضرورية لي لنمو العضلات لنمو العظام والأسنان أم لتوليد الطاقة أملاح الكالسيوم والفسفور مهمة جدا لنمو العظام والأسنان أحسنت عبارة أخرى يكون الراتب الغذائي متوازنا عندما يحوي جميع الزمر الغذائية الإبروتينات فقط والدسم أحسنت يكون الراتب الغذائي متوازنا عندما يحوي جميع الزمر الغذائية الآن أصدقائي هناك بعض الأطعمة التي ينصح التقليل من تناولها لماذا؟ لأن لها العديد من الأثار الجانبية السلبية على جسم الإنسان ومن هذه الأغذية المشروبات الغازية الاكثار من تناول المشروبات الغازية يسببها شاشة العظام كذلك لدينا القهوة والشاي القهوة والشاي من المنبهات التي تؤثر سلبا على صحة الجهاز العصبي وكذلك أصدقائي الوجبات السريعة هذه الوجبات غنية بالدهون دعونا الآن أصدقائي ننتقل للإجابة على أسئلة التقوم الختامي في البطاقة السؤال الأول يقول اقترح مكونات وجبة إفطار غذائية متوازنة لك مفسرا سبب اختيارك لمكوناتها هيا بنا لنختار الخبز لماذا؟ لأن الخبز غني بالسكريات لنختار الجبنة لماذا؟ لأن الجبنة غنية بالبروتينات لنختار الحليب الحليب غني بالبروتينات وغني بالفيتامينات والأملاح المعدنية لنختار تفاحة التفاحة غنية بالفيتامينات لنختار الخاس الخاس غني بالأملاح المعدنية ولنختار بعض حبات زيت الزيتون للحصول على كمية قليلة من الدسم ها هي وجبة الإفطار التي اخترناها لكم الآن أصدقائي لننتقل إلى السؤال الذي يليه أكمل الفراغ التالي أملاح الكالسيوم ضرورية لنمو فكر جيدا أحسنت أملاح الكالسيوم ضرورية لنمو العظام والأسنان عبارة أخرى نقص البروتينات يسبب أحسنت يسبب ضعفا في النمو وكذلك تخلفا عقليا إذن نقص البروتينات يسبب ضعفا في النمو وتخلفا عقليا الآن لننتقل إلى سؤال آخر السؤال في البطاقة يقول عرف الراتب الغذائي ومتى يكون متوازنا الراتب الغذائي هو كمية الغذاء الضرورية للفرد خلال اليوم أي خلال 24 ساعة من أجل توفير حاجات الجسم من نمو طاقة ووقاية الآن متى يكون الراتب الغذائي متوازنا عندما يحوي جميع الزمر الغذائية سكريات، بروتينات، بيتامينات، دسم، أملح معدنية، وماء الآن أصدقائي لننتقل إلى سؤال جديد السؤال يقول أي الوجبتين تعد وجبة غذائية متوازنة؟ الوجبة الغذائية متوازنة وكما قلنا هي الوجبة التي تحوي جميع الزمر الغذائية ها هي الوجبة الأولى، ها هي الوجبة الثانية لنحكم أي الوجبتين تعد وجبة غذائية متوازنة يجب أن نحدد الزمر الغذائية في كل وجبة هيا بنا الوجبة الأولى تحوي بروتينات في الأسماك تحوي فيتامينات وأملاح معدنية موجودة في صلاطة الخضار وكذلك موجودة في عصير البرتقال تحوي كمية من السكريات في الأرز ولدينا أيضا الماء لننتقل إلى الوجبة الثانية الوجبة الثانية أحد الوجبات السريعة الوجبات السريعة غنية بالدهون ولدينا أيضا مشروب غازي غني بالسكريات الآن هل يمكنك أن تحدد أي الوجبتين تعد وجبة غذائية متوازنة؟ أحسنت الوجبة الأولى لماذا؟ لأنها تحوي جميع الزمر الغذائية دعونا الآن ننتقل إلى سؤال آخر السؤال يقول ما رأيك في السلوك الآتي؟ شخص يعتمد في غذائه على صنف واحد من الغذاء هل هذا التصرف صحيح؟ أحسنت هذا التصرف تصرف خاطئ لأنه من المهم تناول الأغذية المتنوعة لماذا؟ لتلبيط حاجات جسم الإنسان من نمو وطاقة ووقاية دعونا الآن ننتقل إلى سؤال آخر ماذا يحدث؟ ماذا يحدث عند الإفراط في تناول الغذاء؟ يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية للجسم ويسبب أيضا البدانة مع مرور الوقت إذلك علينا دائما عدم الإفراط في تناول الغذاء وتناول كمية محددة تكون تحوي جميع الزمر الغذائية الآن لننتقل إلى سؤال آخر كون وجبة غذائية متوازنة مرة أخرى الوجبة الغذائية المتوازنة هي الوجبة التي تحوي جميع الزمر الغذائية هيا بنا نكون هذه الوجبة لنختار الماكرونة مع قطعة الدجاج الماكرونة تعطيني السكريات الدجاج يعطيني بروتين وكذلك كمية من الدسم الآن لنختار سلطة الفواكه لماذا تعطيني فيتامينات وأملاح معدنية؟ لنختار أيضا عصير التفاح يحوي نسبة من الماء وأيضا يحوي فيتامينات ها هي وجبة الغذاء المتوازنة الآن أصدقائي علينا دائما وكما قلنا أن نتناول أطعمة متنوعة تحوي جميع الزمر الغذائية وعليكم أن تهتموا بنظافة الطعام ونظافة مكان وأدوات إعداد الطعام وعليكم أيضا الاهتمام بنظافة الفم والأسنان ما رأيكم الآن أصدقائي وكما تعودنا أن ننتقل إلى ملخص لما تعلمنا خلال درس اليوم في درس اليوم تعلمنا أن للغذاء العديد من الوظائف وهي أنه يمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة المختلفة كذلك بناء خلايا الجسم وتعويض التالث منها وأيضا وقاية الجسم من الإصابة بالأمراض المختلفة تعرفنا في هذا الدرس أيضا إلى مفهوم الراتب الغذائي ماذا نقصد بالراتب الغذائي؟ هو كمية الغذاء الضرورية للفرد خلال اليوم أي خلال 24 ساعة من أجل توفير حاجات الجسم من نمو، طاقة، صحة، ووقاية وبهذا أصدقائي يكون درسنا لهذا اليوم قد انتهى أتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة